حدثنا يونس بن محمد قال ثناليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن المنذر بن المغيرة عن عروتا بن الزبير أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فانظري إذا أت قرؤك فلا تصلي فإذا مر القرؤ فتطهري ثم صلي ما بين القرئ إلى القرئ حتى نيحي بن أبي بكير قال ثنى إسرائيل عن عثمان بن سعد عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثتني خالتي فاطمة بنت أبي حبيش إن قالت أتيت عائشة فقلت لها يا أم المؤمنين قد خشيت أن لا يكون لي حظ في الإسلام وأن أكون من أهل النار أمكث ما شاء الله من يومي أستحاد فلا أصلي لله عز وجل صلاة قالت أجلسي حتى يجي النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله هذه فاطمة بنت أبي حبيش تخشى أن لا يكون لها حظ في الإسلام وأن تكون من أهل النار تمكث ما شاء الله من يومي تستحاد فلا تصلي لله عز وجل صلاة فقال موري فاطمة بنت أبي حبيش فلتمسك كل شهر عدد أيام أقرائها أقرائها ثم تغتسل وتحتشي وتستثفر وتنظف ثم تطهر عند كل صلاة وتصلي فإنما ذلك رقد من الشيطان أو عرق انقطع أو داء عرض لها ترجمة نانسي قنقر